مفروض فعلاً يقوم العقل الفلسطيني العقل المسؤول العقل القيادي الذي يحمل مقدرات هذه القضية ويدير الصراع أن يضع خطة خارطة طريق تتمثل أولاً بالتمسك بخيار المقاومة فالمقاومة والتضحية والصاروخ هو الذي أعاد القضية الفلسطينية وأجبر الأوروبيين والأمريكان وكل العالم بما فيهم العرب أن يعيد تفكيرهم في القضية الفلسطينية ويعيد احترامهم للقضية الفلسطينية ويتبن القضية الفلسطينية من جديد إذن المقاومة والصاروخ والتضحية الفلسطينية والتحمل الفلسطيني رجل يفقد أبنائه الستة ويقف أمام جثامينهم ويقول الحمد لله إذن هذه أعلى درجات الصبر والتحمل والتضعية وبالتالي يجب أن نعتمد على خيار المقاومة على الوحد الوطني الفلسطيني وفعلا أن تكون وحدة صادقة على أسس عملية يعني يجب تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية هذه البداية يا أخي قائدة للشعب الفلسطيني وممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني دقيقة يا أخي منظمة التحرير هي الإطار الكل والشرعي والتاريخي هي الوطني المعنى للشعب الفلسطيني